تترقب تل أبيب بقلق رأيا لمحكمة العدل الدولية حول العواقب القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 ويتوقع صدور قرار يوم الجمعة المقبل بعدم شرعية الاحتلال في الضفة الغربية بعد أن قدمت 52 دولة دفوعا وحججا ضد ممارسات الاحتلال أمام محكمة العدل في شباط الماضي وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت عام 2022 مشورة المحكمة رسميا حول عواقب الاحتلال ويعد قرار المحكمة الاستشاري هو الثاني من نوعه منذ عشرين عاما بعد قرار عدم شرعية جدار الفصل العازل في الضفة الغربية تفاصيل أوفا في التقرير التالي أي رأي قد تبديه محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة حول التبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 67 لن يكون ملزما وقد لا يحقق شيئا على أرض الواقع لكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على تل أبيب بشأن عدوانها المستمر على قطاع غزة من حيث التغيير على أرض ربما لن يغير شيء وهذا الأمر كما صدرت عشرات بل ربما مئات القرارات الدولية من هيئة الوام المتحدة ومجلس الأمن وغيرها لم تغير واقع الاحتلال الإسرائيلي على الأرض لكن من الناحية السياسية مكانة إسرائيل الدولية هنا المهم التي ستهتز أولا في مفهومها وقدرتها على تسويق شرعيتها كدولة احتلال أمام العالم من جانب ومن جانب آخر يصبح هناك تحسس من الدول الغربية والأوروبية جميعا في التعاطي والتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ونقطة ثالثة هذا سيؤثر على موضوع الاستثمارات داخل الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات والنقطة الرابعة في هذا الإطار التمثيل السياسي والدبلوماسي للدول الغربية مع الاحتلال الإسرائيلي والعلاقات السياسية والدولية مع الاحتلال الإسرائيلي سيكون لها تغيرات لأن ذلك سيتعارض مع مفهوم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات التي تنطبق على الاحتلال وتأثيرات الاحتلال ومطلبة الاحتلال الإسرائيلي التقديرات في تل أبيب وفق تقارير عبرية أن المحكمة ستقرر أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وأنها ستقرر أيضا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في الضفة الغربية في وزارتي القضاء والخارجية بتل أبيب ثم تقلق كبير وفق صحيفتها أريتس من أن تدفع القرارات نحو فرض عقوبات من دول غربية على منظمات وجهات ذات علاقة بالاستيطان فيما لا تستبعد جهات إسرائيلية أخرى أن الأمر سيصل لملفات جنائية ضد شخصيات سياسية وعسكرية لكن ومع هذا الزخم الاستيطاني الكبير منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية والقدس كيف سيتصرف سموتريتش وبينكفير وتياريهم الساعيين لفرض السيادة على الضفة هم سيسعون للاستمرارية في ذات البرامج والمناهج والسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتنفيذ وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية بالتحديد وهذا الأمر باعتقادهم سيحاولون أن لا يؤثر عليهم من حيث التطبيق على الأرض لكن هناك إشكالية كبيرة لدى اليمين المتطرف بالتحديد وهو قدرته على حجد الآراء الدولية الداعمة لمستقبل الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان في الضفة الغربية هذا الأمر كما كنا هو قد لا يغير على الأرض بشكل مباشر لكن سيغير بالمفاهيم وبالعلاقات وبأشكالها كثيرة هي القرارات الصادرة عن مختلف المؤسسات الأممية لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وقد يضاف قرار آخر من لهاي هذه المرة شعبيا يدرك الفلسطينيون أن صدوره يشبه عدمه لكن على المستوى الرسمي فالتساؤل الأبرز كيف ستستغل الدبلوماسية الفلسطينية قرارا كهذا لو جاء كما هو متوقع من فلسطين المحتلة حافظ أبو صدرة رؤيا